هجوم أو أقوى هجوم وأقوى دفاع مواجهة ما بين أقوى هجوم وأقوى دفاع أقوى هجوم طبعا نادي الآله وأقوى دفاع هو نادي بيراتيز الكابتن أهاب جلال مع بيرامدز بيقدم موسم طيب جدا موسم معه هو عنده استراتيجي عنده فكر بيقدر يطبقه الكابتن أهاب جلال من أيام المقصة بالإسماعيلي ثم وزمالك فهو عنده فكر معه إمكانيات الموسم دوت فقدر يقدم نتائج هيلة على مستوى الشركة ما استقبلش لخمس أهداف دفاعيا ما قابلش طبعا فرق قوية زي الأهلي يمكن خلص زمالك خلص معي لي خلص سموحا خلص فرق قوية الأهلي الحقيقة ما تشعر قوية ليه في الدور الأول عكس بيرامدز شوية لست قبل ش زمالك لسه قابل أهلي بكرة لسه قدامه فرق قوية في الدوري الأهلي هجوميا متنوع متنوع عن بيرامدزي عنده بيرسة وهدف الفريق وأحد هدفين الدوري مسجل 27 هدف عنده العناصر اللي قدام كلها مسجلة تقريبا بيرستاو مسجل أهداف النحية التانية برضو أحمد عبدالادر أفشا محمد شريف ففيه تنوع في الأهل الهجومية أنا قدام بيرامجز الدفاعيين بيرامجز برضو عنده مشاكل يعني هو ستقبل خمس أهداف ولكن هو الرقم ممكن يكون شوية مغري لكن بيرامجز عنده مشاكل دفاعيين بيعاني دفاعيين برضو عنده بعض المشاكل وده اللي هنشوفه على الشاشة طيب أيمن قبل ما نقف على الشاشة مواجهة ما بين استقرار بطل وطموح نادي طبعا بيرامجز يعني خلاص هم بقى مفروض أنه متمرس في الدوري هم الطموح عندهم محتاجين أول بطولة بالنسبة لهم يمكن محاولات الكونفدرالية ما قدروش ينجحوا فيها أعتقد الموسم ده بالنسبة لهم الكونفدرالية ممكن تبقى أسهل من مواسم قبل كده نادي الأهلي بيبحث عن استعادة اللقب المفضل لي المختلف في المواجهة دي فعلا دي تقريبا أول مرة أعتقد الأهلي بيرامجز لما يقابلوا بعض يبقى المنافسة مباشرة على الصدارة بتاعت الدوري كان قبل كده بيرامجز ممكن يبقى ترتيبه مش في الصدارة حتى لو كان بيتفوق مرتين على نادي الأهلي لكن ما كانش هو اللي بياخد الصدارة من نادي الأهلي زي ما قلنا الموضوع رقميا قريب حتى على مستوى النتائج ما بين الفريقين أرأيه بالنادي الأهلي في حاجة أنه هو يكسب المباراة دي نفسيا ومعنويا زي ما قلنا فإن شاء الله نتمنى أن الطموح ما يكونش موجود في المباراة دي يبقى استقرار البطل هو اللي ينتصر على الطموح إن شاء الله هنشوف شكرا upbeat اشتركوا في القناة